خلينا أقول لكم كمان أن في بعض التصريحات من الاتحاد السنغالي لقرة القدم عن نهاية دور الأبطال قال هناك مؤشرات إيجابية ده النهاردة الصبح الكلام ده للتضافة السنغالي نهاية دور الأبطال إفريقيا من المفاوضات بين فاوزي لقجع وأوجستن سنجور فاوزي لقجع اللي هو رئيس الجماعة المغربية لقرة القدم رئيس الاتحاد المغربي لقرة القدم وجستن سنجور اللي هو رئيس الاتحاد السنغالي لقرة القدم فالراجل أو مصدر يعني في الاتحاد السنغالي قال إن مؤشرات إيجابية إن سنغال ممكن هي للتصديف هذه المبرأة أيا كان من الدولة للتصديف المهم يكون ملعب محايد ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة ما فيش أي مشكلة في أي حاجة خالص في المقابل علي حسن صلاة مدير إدارة الإعلام في الاتحاد القطري لقرة القدم في تصريحات النهاردة من شوية بالتحديد وبشكل رسمي تم الإعلان عنها من خلال الاتحاد القطري لقرة القدم نفو تماما إن يكون جالهم أي خطاب من قبل الاتحاد الأفريكي يفيد بالطلب من الاتحاد الأفريكي باستضافة قطر لهذه النسخة من بطول الدوري أبطال أفريكي والنهائي بالتحديد المباراة النهائية وده البيان الرسمي لقدام حضراتكم وحقرال حضراتكم بالشكل سريع اتحاد القطري لقرة القدم ينفي ما يتم تدوله عن إصدافة نهائي دوري أبطال أفريكي ينفي اتحاد القطري لقرة القدم ما يتم تدوله في وسائل الإعلام المختلفة عن إصدافته المباراة النهائية لدوري أبطال أفريكي 2022 ويؤكد الاتحاد القطري لقرة القدم أنه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الأفريكي لقرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية كما يؤكد الاتحاد القطري لقرة القدم على اعتزازه بالعلاقات السنائية المتميزة التي تربط بالاتحاد الأفريكي لقرة القدم وعمقها والمتد منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرامة بين الطرفين يبقى إذن حتى الوقت عشان التكاهنات اللي كانت طلعا أنه ممكن قطر هي تستضيف هذه المباراة بشكل رسمي اتحاد القطري هو بيعلن بيقول يا جماعة احنا ما جلناش اي خطاب من الاتحاد الأفريكي في طلب بهذا الشأن فحننتظر ونشوف من المفترض أن بعد بكرة بالكتير يتم الاعلان على ملعب المبرارة النهائية أتمنى وأرجو من الاتحاد الأفريكي لقرة القدم يا جماعة الموضوع سهل وبسيط جدا مش معقد والله الموضوع مش معقد أربع فرق موجودين من مصر الأهل من المغرب الوداة من الجزائر وفاكستيف من أنجولا بيترو أتلتكو إبعد عن أي دولة من دول واختار ملعب في أي دولة تانية في قرارة أفريكيا وعرفش قرارة أفريكيا يا جماعة فيها كم دولة عشان ناسي اختار أي دولة في بقية القرى أي ملعب في بقية القرى بس مفوش أي مشكلة وعشان تتفادى مثل هذه المواقف بداية من الموسم الجديد قبل ما تنطلق بطول الدورة أبطال أفريكيا وكون فيدرالية برضو أقول يا جماعة النهائي حيكون هنا والنهائي حيكون هنا بتعديه وبتعديه وساعتها محدش حيقدر يتكلم ولا يقول حاجة وبعد السؤال برضو بالنسبة الدموقراطية اللي قال عليها الأستاذ سعيد الناصري رئيس نادي الوداة هو مش السنة اللي فاتت النهائي كان في المغرب لما الأهل تأهل مع كايزر تشيفز الجنوب أفريكي ما كان في المغرب هو يعني فين الدموقراطية لو منتكلم عن الدموقراطية اللي هي موجودة مش موجودة أصلا في الرياضة عمتا يعني يبقى مفروض مش الطبيعي خالص إنه يبقى النهائي في المغرب سنتين واربعات ما ينفعش يعني مش منطقي خالص يعني زي في أوروبا هل انت بس بتشوف النهائي سينادي في فاريس هل السنة الجاي حيبقى في فاريس لا طبعا هل السنة اللي بعدها حيبقى في فاريس برضو لا حاجة غريب حننتظر ونشوف التحاد الأفريكي هياخد قراره